دخلت هذه الجولة من المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل أسبوعها الثاني ابتداء من يوم الاثنين وقد تسببت الاشتباكات المتتالية لمدة أيام في خسائر للجانبين خاصة فلسطين وخلال الأسبوع الماضي وقيمت جنازات كل يوم في قطاع غزة لمن سقطوا جراء الضربات الجوية وعبر الناس عن حزنهم على الموت المفاجئ لأحبائهم جراء القصف بالنسبة لسكان قطاع غزة باستثناء القلق على أمنهم فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية جعلت حياتهم أكثر صعوبة من الليلة الفاتة دي حاج اللقاسك فيها هو في الليلة الساعة 2-2 في الليلة 2-2 ونص ونزلوا خبط فيه خبط خبط على الدور يعني وعلى الدور على الشوارع هم خربوا بس الشوارع من خربوا الشوارع وكل شيء وعلى الدور وهذا مش قادرين يعني يروح على تبعون المقاومة هم يعمي اللي بودربهم يضربوا مش يضربوا الغلاب اللي بنيلين في دورهم بالنسبة إلى الإسرائيليين فإن الصواريخ التي أطلقتها الجماعات الفلسطينية المسلحة جلبت لهم الخوف والقلق ويأملون جميعا فأن يتوقف الصراع في أقرب وقت ممكن أستطيع سماع صوتي الصواريخ سمعت بوضوح أنا متأقدة بأنها قريبة جدا منا لكنني لم أتوقع أن تكون قريبة إلى هذا الحد حياتنا هنا سيئة بنسبة لنا هذه اللحظة حزينة نتعارض لقصف دائما وأمروا أن ينتهي السرع طريبا